الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة والتي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل لفتا إلى حرص الرئيس وتوجيهات مستمرة للحكومة بالعمل على بدل أقصى جهد لتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تدعيات الأزامات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية في سياق آخر جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وكذلك جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع تشاورين في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية ووزير خارجية الإمارات ونائبي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين في الأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية هذا وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة انهاء الحرب على قطاع غزة والتواصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما عبر المشاركون عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وحثهم لكافة الداعمين لها على الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين كما أشددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعت فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث كارثة إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفع في جنوب قطاع غزة من دون التخطيط له كما ينبغي وقال نائب المتحدث باسم الخارجيات الأمريكية في دانيت باتيلة إن بلاده لم تر بعد أي دليل على تخطيط إسرائيل جد لعملية كهذه مضيفا أن تنفيذ عملية مماثلة الآن من دون تخطيط أو تفكير في منطقة نزح إليها ملايين أو مليون شخص سيكون كارثة وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين طلبت نيكاراجو رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفق ما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة وذكر بيان صادر عن المحكمة أن نيكاراجو طلبت الحصول على إذن بالتدخل لأن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والانتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع دول الأطراف ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء وقال وزير الثقافة والإعلام جرهام عبد القادر إن الاجتماع تناول الأعمال التي تربط أو ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بموازنة الحكومة للتحدي لعام 2024 وأوضح جرهام أن رئيس مجلس السيادة أوضح خلال الاجتماع جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين مشددا على ضرورة حسم التمرد وأهمية خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسة الحكومية والخدمية وغيرها قرر المدعى الخاص المكلف بالتحقيق في اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية قرر عدم التوصية بملحقته قضائيا وخلص المدعى الخاص روبرت هور الذي عينه وزير العدل مريك جارلاند إلى أن لائحة الاتهام لن تكون مبررة وصفا بايدن بأنه رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة من جانبه رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعى الخاص بعدم ملاحقة بايدن في قضية الوسائق السرية ولكنه رفض في الوقت نفسه وصف المدعى الخاص للرئيس الأمريكي بأنه رجل مسن ذاكرة سيئة قال الزعيم الكورية الشمالية كيم جونج أون إن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها لمحوين من وصفهم بالأعداء إذا ما حاول أي منهم استخدام القوة ضدها جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش شكرا